دكتور بطاقات عافية وكان حل لتخفيف الازدحام على المستشفيات الحكومية حل يعني تقريباً يعني الناس مستعسلين منه بصراحة أخيراً أخيراً هذا نذكر الشيء الزين والشيء كم بلغ عدد صرفها للمستفيدين منها حتى الآن وهل صحيح أن يبوني وكفونها أو يبوني واسعون الشرائح المستفيدة من بطاقة عافية شوفوا إذا تسمحي لي عدد المستفيدين تعدى 120 ألف وهما من المتقاعدين المتقاعدين تعريفة هو من يستلم راتب تقاعدي من مؤسسة تأمينات الاجتماعية وكلهم مواطنين ومواطنات ليس بالضرورة في شريحة عمرية معينة لكن يعني التعريف مرتبط بالراتب التقاعدي التجربة كانت أكثر من رائعة من خلالها تم انتعاش القطاع الخاص استفادوا كثيرين من المواطنين والمواطنات سواء جراحة سواء يعني خنقوا العلاج لأنها كانت أربع شرايح عشر تالاف حقيقة للدخول والعيادات في سبع تالاف أو أربع تالاف للعيادات كان هناك ألف ونص للأسنان وألف ونص أو ألفين لأمراض منسا والولادة وما إلى ذلك الآن نحن مرحلة تقييم الإسراع فيها وضع يعني تحدي أنه هل يمكن العناية أو التجديد بدون التقييم الثابت أنه هذه كانت أكبر من أنها تقيم بشكل سريع على هالأساس لما قدمت كان جاء وقت التجديد فطرحت كمناقصة فكان هناك فرق بين الأول والأخير والثاني أفوا الثاني اعتذر فصارت الأول رقم الهامش الكبير في الموضوع هذا الوزير السابق دكتور جمال الحربي قال أنه سيطرحها حتى لشركات التأمين المحلي والعالمية لم يتقدمها حتى فردينا على الوضع المحلي الآن بالتأكيد هي لم تنقطع ويمكن الاستفادة منها لكن دورة المستندية يدخل فيها المناقصات يعني ستوقف لفترة للتقييم أو لا مستمر طيب دكتور فيه أمراض تمت إضافتها في خدمات فبالتالي أكبر ثلاث جهات رقابية لابد أنها تقول كلمتها هذه مو بيدي الصحة الدورة هذه لازم تستنفذ شكلها المستندي القانوني المالي الآن احنا بنان على القياس أردنا أن ندخل شرائح وهذا طبعا رح تزيد ندخل بعض العلاجات اللي لاحظناها مثلا علاج الدعميات مالة القلب زراعة الأسنان بعض الأمراض المزمنة الكذا يعني كان هم سبعة مرة أخرى يعني ما بيقولهم وأغلط فيهم لكن بالتأكيد كان هناك حزمة جديدة وكان هناك شرائح جديدة هذه لما تتحطها في ضمن الخبرة الاكتوارية عشان تحسب عائدها ما يمكن أن تكلف وتعود لا شك أننا كان العقد الأول يتكلم عن سبعمائة دينار وتستفيد في حدود خمسة ألف الآن أنت المظيف مثل هذه الأشياء رح تكلم تكلفة وهذه مو بيدي الصحة الصحة يكون التأمين الصحي حل كل المشاكل لكن لا بد أن يكون هناك تكلفة يكون هناك حسبة يكون هناك تقييم مستمر في هذا الجانب هناك ممارسات قد لا تكون الأفضل لكن تم رصتها ونأمل أنها في الشكل الجديد يتم تحاشيها لاستيعاب المتقدمين من المتقاعدين الجديد وفي نفس الوقت المحافظة على جودة الخدمة طيب دكتور هل هناك فئات أخرى ستدخل مثلا ذو الإعاقة أو ربات البيوت هذه من ضمن الأشياء التي نقالت لكن يمكن التحدي أنك كيف ممكن تحسب وتحصر ربات البيوت هل من خلال الشؤون هل من خلال كذا تحتاج إلى تقنية وعشان تحصر حجمهم لكن الآن هناك طور الدراسة والمعاقين طبعا موجودين لكن تكلفتهم رح تكون أكثر فإنت كان أمامك الخيار أنك تدرسهم وتأخذ راحتك في دراستهم وبين أن يستمر البرنامج عافية أو بطاقة عافية بحيث تغطي أدائها لغاية ما تستوي الأرقام وحجم الإضافي وعندما نترجم إلى فلوس نترجم إلى نواحي إدارية وتقنين وما إلى ذلك لا شك أن هذه من ضمن التحديات لكن أقول ما أعتقد في رجوع عن هذا الموضوع وهم مترجم بهم أنهم مستمر بحمد الله وبهذا الكلام الجميل نختم هذه الحلقة مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي شكرا جزيلا لك دكتور اشتركوا في القناة